أظهرت بيانات إحصائية تركية اليوم الأربعاء أن العراقيين تصدروا قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في البلاد خلال العام 2018 وبذلك يتربع العراقيون للسنة الرابعة على التوالي على قمة هذه القائمة وذكرت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية أن العراقيين تصدروا قائمة الترتيب بشراء أكثر من ثمانية آلاف عقار في حين جاء الإيرانيون ثانيا بشراء ثلاثة آلاف وستمائة واثنين وخمسين عقارا ثم السعوديين بأكثر من ألفين وسبعين سبعمائة عقار وأوضحت البيانات أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا في العام الماضي بنسبة ثمانية وسبعين فاصل أربعة بالمئة مقارنة بعام الفين وسبعة عشر مبينة أن العدد الإجمالي للمبيعات بلغ تسعة وثلاثين ألفا وستمائة وثلاثة وستون شكرا